جديرا بثيقتكم ولكن في هذه اللحظات فنكم أنتم لوطنكم أنتم أتحدثوا إليكم أين كان اختياركم على الرغم من كل الصعوبات التي أضعفتنا منذ وقت طويل لن أعترف بكل هناك الكثير من الصعوبات الاقتصادية والمشاكل الديمقراطية والانهيار المعنويات في الفرنسيين اليوم أتحدث إلى قسمتي السيدة لوبين أنا أعرف أن هناك انقساما في أمتنا وأعرف أن هناك كان هناك تصويت كبير إليك أنا أعترف بذلك أن هناك جزء كبير من الفرنسيين قد عبروا عن آرائهم وأنه من مسؤوليتي أن أستمع إليهم وأن أحمي الضعفاء وأن أدعم التضامن الوطني وأبتعد عن كل التمييز بشكل وأدعم أمننا ووحدة وطننا لأنه خلف كل كلمة أتحدث عنها سوف أتحدث بها أعرف أن هناك أوجه وهناك رجال ونساء وأطفال وعائلات وحيوات بكاملها خلفكم هي حياتكم أنتم هذه الليلة أتحدث إليكم جميعا أنتم جميعا متحدون الشعب الفرنسي أمامنا الكثير من الواجبات أمام بلدنا نحن ورثنا تاريخ تاريخا كبيرا ولدينا رسالة إلى العالم هذا التاريخ وهذه الرسالة يجب أن نرسلها أولا إلى أطفالنا ولكن في البداية يجب أن نرسلها إلى المستقبل سوف أدافع عن فرنسا ومصالحها وصورتها ورسالتها وأتعهد أمامكم بهذا سوف أدافع عن أوروبا والمجتمع التي عملت وأقامت شعب هذه الكار سوف أدافع عن طريقتنا وأن نكون أحرارا وقيمنا وآمالنا سوف أدعم الصلاة بين أوروبا وبين الشعوب بين أوروبا وبين المواطنين أتحدث باسمكم إلى شعوب العالم وأرسل لهم تحيات فرنسا والأخوة في فرنسا أقول لهم بأن فرنسا سوف تكون موجودة دائما ومنتبهة إلى السلام ومنتبهة إلى التعاون الدولي وتحترم الالتزامات فيما يتعلق بالتنمية والمكافحة والاحتباس الحراري أقول لكم جميعا أن فرنسا سوف تكون في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب على أراضيها وفي جميع الأراضي الدولية سوف نحارب الإرهاب دون توقف ودون ضعف أيها المواطنون الأعزاء إن هناك صفحة جديدة في تاريخنا تفتح وأقول بأن هذه الليلة هناك الثقة وهناك الأمل أن تجديد حياتنا السياسية موجود أمامنا سوف نبدأ فيه منذ الغد والاعتراف بالتعدد والوحدة وأهمية الديمقراطية سوف تبدأ من أول يوم في عملي لن توقفني أي لن أدعى نفسي أتوقف أمام أي عقبات وسوف أحترم الجميع لأنه عبر العمل والدراسة والثقافة سوف نبني مستقبلا أفضل أيها الفرنسيات أيها الفرنسيون أيها المواطنون الأعزاء أود الليلة أن أحيي الرئيس أولند أنه عبر خمس سنوات عمل في بلدنا وفي السنوات الخمسة القادمة فإن مسؤوليتي سوف تكون تخفيف الخوف وزيادة التفاعل سوف نعثر على الانتصار إن مسؤوليتي هنا سوف أن أجمع جميع السيدات والرجال لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرون هناك بعض من تلك التحديات تقدم لنا فرصا وهناك تحديات أخرى تمثل تهديدات مثل الإرهاب سوف أعمل بكل جهدي ضد الفرقة الموجودة بيننا وهكذا سوف نأخذ الشعب الفرنسي كل واحدة وكل واحد منكم هناك في حياتكم العملية والشخصية سوف نفتح الباب أمام الفرص الموجودة أمامنا لنحب فرنسا لنبدأ منذ هذه الليلة وفي الخمس سنوات القادمة سوف أحارب وسوف أعمل وسوف أعمل بإصرار على خدمة فرنسا باسمكم تحيا الجمهورية تحيا فرنسا تحيا الجمهورية